اشتركوا في القناة سلام سلام على النجف الأطيب سلام سلام على ورده الأعذب علي علي ويا روح هذه الكائنات وريحانة شرقها والمغرب سلام عليك يا أمير المؤمنين لعن الله ظالميك وقاتليك بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين سلام عليكم للباطل جولة وأية جولة وللحق دولة ولدولة الحق صولات وصولات وصولات وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثلي بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجعي البتري إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربل الطوسية مذهب الجهالة والسفاة والقذارة واللصوصية الحلقة الأولى بعد الأربعمائة من برنامج الخاتمة الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة إمام زماني كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد قد افترينا على الله كذبا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ مَجْجَانَ اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ مَعُودَ فِيهَا إِلَّا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ الخمس السحت تمييزاً له عن الخمس الطيب الخمس الطيب هو خمس محمد وآل محمد أما الخمس السحت فهو خمس المراجع الطوسيين وشيعتهم هذا هو عنواننا عنواننا الكبير في هذه الحلقات التي أتناول فيها حكاية الخمس واللصوص واللصوص الطوسيين الخمس السحت سرقة مرجعية طوسية علنية قذرة خمسة مشرعة مشرعة أعيد قراءة العنوان كي تتذكروه لأن العنوان يمثل خلاصة لمضمون هذه الحلقات الخمس السحت سرقة مرجعية طوسية علنية قذرة مشرعة الكلام يقع في صحائف فتحت الصحيفة الأولى في الحلقة الماضية عنوانها ألبوم الخمس لقطات تأريخية من مذكرات الخمس من الحركة التأريخية للخمس إنها لقطات سريعة لقطة من زمان إبراهيم فهو أول من شرع الخمس وقرأت عليكم حديثا عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه في الجزء الأول من تفسير مجمع البيان للطبرس وانتقلت إلى كتاب العهد القديم الكتاب المقدس عند اليهود في زماننا قرأت من الكتاب المقدس عندهم في زماننا ومن توراة موسى ومن سفر التكوين ومن الأصحاح السابع والأربعين وقرأت من الفقرة أو الآية الثالثة والعشرين وما بعدها من أن يوسف النبي فرض في زمان المجاعة وما بعدها فرض على شعب مصر الخمس لفرعون قرأت ذلك عليكم وأخذت لقطة من قصة أصحاب الكهف التي نقلها الديلمي في إرشاد القلوب عن أمير المؤمنين ما يرتبط بموضوع الخمس وعرشت على سيدنا عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وآله حيث شرع الخمس في أيامه في أيام الجاهلية فهو وصي من أوصياء إبراهيم هكذا نعتقد فيه ثم انتقلت إلى الآية الحادية والأربعين بعد البسملة من سورة الأنفال وبعدها حدثتكم عن سقيفة بني ساعدة حدثتكم عن حال عبد الله بن عمر بن عمر بن الخطاب حيث كان يبيت في المسجد ليس له من مكان في بيت أبيه ولم يشبع من طعام حتى فتح الكرار غير الفرار علي المرتضى خيبر وقرأت ذلك عليكم من صحيح البخاري ثم قرأت ما قرأت من موطأ مالك بن أنس حيث هو مالك بن أنس يستدل بسيرة عبد الله بن عمر في قضية عدم إخراج الزكاة من الحلي لأن عبد الله بن عمر كان يلبس بناته وجواريه السلاطين ما كانوا يلبسون الجواري الذهب إنه يسرف ويسرف ويسرف بنحو يكون إسرافه أكثر من إسراف السلاطين إنه يحلي بناته وجواريه كان ينام على التراب وبطنه خاهية سنوات قليلة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله سنتان خلافة أبي بكر وبدأت الخلافة العمرية وبعد ذلك صار عبد الله بن عمر من أباطرة المال في ذلك العصر إلى الدرجة التي يلبس جواريه الحلية والجواهر هذا ما أنا الذي أقوله كتبهم أوثق كتبهم لقد قرأت هذا من صحيح البخاري ومن موطأ مالك الحكاية هي الحكاية السنة وقع في مصيدة الصحابة وشيعة وقع في مصيدة المراجع والكذب هو الكذب والدجل هو الدجل بحسب واقع الحياة في الماضي وفي الحاضر الدين من دون رعاية معصومة لا يمكن أن يكون صحيحا فهذا تأريخ الأديان لا شأن لنا بالأديان الأخرى تأريخ الإسلام تأريخ الإسلام بعد رسول الله عبث الصحابة فيه عبثا عظيما وتأريخ الإسلام الذي هو إسلام العترة الطاهرة بعد انتهاء عصر الغيبة الأولى عبث المراجع فيه عبثا عظيمة إلى أن وصلنا إلى الحال الذي يفتي لنا مراجعنا بأن يعبث بعضنا بعورات البعض الآخر للعب 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 فقط وأن تقوم النساء عندنا باللواط الصناعي في أدبار أزواجه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على هذا الدين المرتب ويعلمون بناتنا أن يقرأنا ويعلمون أدعية شهر رمضان حينما يصلنا إلى هذه العبارة ومن الحور العين برحمتك فزوجنا أن يستحضرنا عملية السحاق مع الحوريات ما هذا هو الذي يكتبونه في فتاواه هؤلاء هؤلاء هم مراجعنا العظام العظام هذه المضحكة هي هي عند سنة وهي هي عند الشيعة وهذا الهراء هو هو نذهب إلى فاصل بلك الحمد يدعوني إلى بلك الحيار سطرك على ويسرعني لسه بس بعلاق محارمك معرفتي بسعة رحمتك بعظيم أحبك يا حليم يا كريم يا حليم يا حيو يا بيرو يا قصر الذهب يا قابل يا حليم يا حليم القدم يا فريم الإحسان أين السطر الجميل أين أف الجليل أين فرج اين قياسك السريب؟ اين رحمتك الفاسعة؟ اين طاياك الفاضلة؟ اين مغاربك الهدية؟ اين سمائك الثنية؟ اين عظبنك العظيم؟ اين ملك الجفيم؟ اين احسانك القديم؟ اين كلمك يا كريم؟ بهي فستلقذني وبرحمتك فخلصني وصل الحديث بنا في الحلقة الماضية وانا اتنقل بين اللقطات التاريخية في البوم الخمس في الصحيفة الاولى الى عثمان ابن عفان وقرأت ما قرأت عليكم ما جاء في الخطبة الشخشقية العلوية انتقل بكم الى لقطة اخرى حينما كان امير المؤمنين في الكوفة في ايام خلافته الكتاب الذي بين اديه هو الجزء الثامن من الكاف الشريف وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة الخامسة والخمسين انه الحديث الحادي والعشرون خطبة مفصلة لسيد الاوصية اذهب الى الصفحة السادسة والخمسين امير المؤمنين يتحدث حديثا خاصا هنا مع خواصه ثم اقبل بوجهه وحوله ناس من اهل بيته وخاصته وشيعته فقال قد عملت الولاة قبلي يشير الى ابي بكر وعمر وعثمان فهؤلاء هم الذين قبله ولذا في واقعة الشورى العمرية حين عرضوا الخلافة على امير المؤمنين بشرط ان يعمل بسيرة ابي بكر وعمر رفض الخلافة كلها لانه يرى الضلالة في سيرة هذين الخليفتين قد عملت الولاة قبلي اعمالا خالفوا فيها رسول الله وانتبهوا الى كلمة الامير هنا متعمدين لخلافه متعمدين لخلافه ناقضين لعهده مغيرين لسنته بقصد هناك برنامج مخطط هذا هو برنامج الصحيفة المشؤومة التي كتبها جمع من الصحابة وطبقوها في سقيفة بني ساعد امير المؤمنين هكذا يقول قد عملت الولاة قبلي اعمالا خالفوا فيها رسول الله متعمدين لخلافه ناقضين لعهده مغيرين لسنته هذا بالضبط هو مضمون دعاء صنمي قريش دعاء صنمي قريش وهو قنوت في الصلاة مروي عن امير المؤمنين صلوات الله عليه يكون شرحا لهذه الكلمات قد عملت الولاة قبلي اعمالا خالفوا فيها رسول الله متعمدين لخلافه ناقضين لعهده مغيرين لسنته ولو حملت الناس على تركها وحولتها الى مواضعها وإلى ما كانت في عهد رسول الله لتفرق عني جندي حتى أبقى وحدي أو قليل من شيعة الذين عرفوا فضلي وفرض إمامتي من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله فهل أأتي أنا الآن وأتوقع أن أكون قادرا على تغيير الوحق أيهو ما جلت هذه أنا أقوم بعرض الحقائق وهذا هو تكليف وينتهي إلى هنا أمير المؤمنين في أيام خلافته وفي عاصمته في الكوفة هكذا يقول الشيطان ثبت المذاهب العباسية بنحو لا أستطيع أنا ولا غيري من أن يزعزعها السر أين السر في الأمة المستحمرة هو هو الأمر هو هو في زمان أمير المؤمنين إنها الأمة المستحمرة ولو حملت الناس على تركها على ترك البدع التي جاء بها الذين سبقوه متعمدين لخلاف رسول الله ناقضين لعهده مغيرين لسنته الكلام هو هو في رسالة إمام زماننا إلى المفيد التي وصلت إلى المفيد سنة أربعمائة وعشر للهجرة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم إنه يوجه يوجه الخطاب صلوات الله عليه إلى أكثر مراجع الشيعة مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون الأيام هي الأيام والحكاية هي الحكاية قد عملت الولاة قبل أعمالا خالف فيها رسول الله هذا الأمر جرى مع إمام زماننا أنا وغير نحن لا قيمة لنا نحن ظاهرة صوتية فقط ليس إلا المشكلة في فناء إمام زماننا وهذا ما بيّنه إمام زماننا في رسالته إلى المفيد وقرأت ما قرأت عليكم قبل قليل من كلماتها وعبائرها قد عملت الولاة قبل أعمالا خالف فيها رسول الله متعمدين لخلافه ماذا قال صاحب الأمر ونبذ العهد المأخوذ منهم عن أكثر مراجع الشيعة يتكلم ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون كأنهم لا يعلمون يظهرون هذا للذين يعرفون الأمر من الشيعة أما عهمة الشيعة وهم الشيعة الحمير يقدسون يقدسون أخطاء مراجعه يقدسون قبائحه وهذا الأمر يجري منذ بداية الغيبة الكبرى وسيبقى مستمرا إلى ظهور إمام زماننا حينما يخرج مراجع النجف وكربلاء ومعهم شيعة العراق ومن يلتحق بهم من شيعة البلدان الأخرى لحرب صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه قد عملت الولاة قبل أعمالا خالفوا فيها رسول الله متعمدين لخلافه ناقضين لعهده مغيرين لسنته ولو حملت الناس على تركها وحولتها إلى مواضعها إلى مواضعها الصحيحة وإلى ما كانت في عهد رسول الله لتفرق عني جندي حتى أبقى وحدي أو قليل من شيعة الذين عرفوا فضلي وفرض إمامتي من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله ثم يبدأ أمير المؤمنين يذكر أمثلة كثيرة من بدع الخلفاء الذين سبقوه وكيف حرفوا الدين وحرفوا الواقعة مثل ما قال أمير المؤمنين متعمدين لخلاف رسول الله ناقضين لعهده مغيرين لسنته ما يرتبط بحديثنا يقول أمير المؤمنين وأنفذت خمس الرسول كما أنزل الله عز وجل وفرضه لأن أبا بكر وعمر وعثمان سرقوا الخمس سرقوه كتب التعريخ موجودته من أين جاء عبد الله بن عمر بكل هذه الأموال عثمان بن عفان ألم يقسم الأخماس بين أهله وجعل الأمر كله بيد صهره مروان لعنة الله عليه أمير المؤمنين يقول لو كنت قادرا على تغيير الواقع لفعلت وفعلت مثل ما قال وردت فدك إلى ورثة فاطمة لكن الأميرة لم يفعل ذلك إنما يقول لو كنت قادرا وردت فدك إلى ورثة فاطمة وردت صاع رسول الله كما كان وإلى أن يقول وأنفذت خمسة رسول كما أنزل الله عز وجل وفرضه إلى أن يقول سيد الأوصية وأعطيت من ذلك سهم ذي القربة ذي القربة العترة الطاهرة العترة المعصومة علي فاطمة حسن حسين وتستمر في العترة الحسينية من السجاد إلى قائم آل محمد صلوات الله عليهم وأعطيت من ذلك سهم ذي القربة أكله أبو بكر وعمر وعثمان أكلوه وأعطيت من ذلك سهم ذي القربة الذي قال الله عز وجل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان آية الخمس الحادية والأربعون بعد البسملة من سورة الأنفال فنحن والله يتحدث عن العترة الطاهرة عن العترة المعصومة فنحن والله عنا بذي القربة الذي قرننا الله بنفسه وبرسوله فقال تعالى فلله وللرسول ولذي القربة واليتام والمساكين وابن السبيل فينا خاصة كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله في ظلم آل محمد إن الله شديد العقاب لمن ظلمه رحمة منه لنا للعترة المعصومة وغنى أغنان الله به ووصى به نبيه ووصى به نبيه أن الله وصى نبيه بذلك أو ووصى به نبيه النبي هو الذي وصى والمعنى واحد ووصى به نبيه ولم يجعل لنا في سهم الصدقة المراد من الصدقة هنا الصدقة الواجبة الزكاة الواجبة الزكاة في المزرعات والحيوانات وفي الذهب والفضة ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيبا أكرم الله رسوله وأكرمنا أهل البيت أن يطعمنا من أوساخ الناس فكذبوا الله وكذبوا رسوله وجحدوا كتاب الله الناطق بحقنا ومنعونا فرضا فرضه الله لنا سقيفة بني ساعدة منحت الخمسة عن العترة الطاهرة ومنعونا فرضا فرضه الله لنا ما لقي أهل بيت نبي من أمته ما لقينا بعد نبينا صلى الله عليه وآله هذه لقطة سريعة من أيام خلافة أمير المؤمنين صلى الله و وسلامه عليه لا أريد أن أدخل في التفاصيل لأن الحلقة ستنتهي ستنتهي ولا ينتهي بيان هذا المطلب ولذا جعلت الصحيفة الأولى من صحائفنا ألبوم الخمس جعلتها لقطات لقطات سريعة إلى لقطة أخرى إلى زيارة عاشوراء التي تعرفونها وأذهب إلى اللعن المئوي ونحن نكرر هذا اللعن مئة مرة إذا أردنا أن نقرأ زيارة عاشوراء بتفاصيل طقسها المشرع ثم تقول مئة مرة أنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجناء ثم تقول مئة مرة اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر وآخر تابع له على ذلك إلى آخر ما جاء في اللعن المئوي في زيارة عاشوراء اللهم العن أول ظالم الظالم الأول قائمة عنوين ظلمه طويلة لكن من جملة العناوين سرقة الخمس لقد منعوا الخمس الذي فرضه الله لمحمد وآل محمد المعصومين منعته السقيفة بني ساعد ألا لعنة الله عليها اللهم العن أول ظالم أول ظالم كما قلت لكم قائمة عنوين ظلمه لمحمد وآل محمد طويلة طويلة إلى الحد الذي في ثقافتنا وعقيدتنا من أنه ما من شيء ارتكب في هذه الأمة حتى لو هدم جدار أو أهريقت محجمة هدام ففي أعناقهما في أعناق أصحاب السقيفة بني ساعد عنوان من عنوان قائمة ظلم سقيفة بني ساعد لعلي وآل علي عنوان من هذه العناوين أنهم أكلوا خمسهم ومنعوا عنهم خمسهم وجرى هذا الأمر حتى في زمان أمير المؤمنين لأن الأمة كانت تريد برنامج سقيفة بني ساعد ألا لعنة الله على هذه الأمة أمة عاهرة أمة عاهرة قد يقول قائل أمير المؤمنين لماذا تصدى للأمر في ذلك الوقت تصدى أمير المؤمنين في ذلك الوقت لأجل أن ينقذ ما يمكن أن ينقذ ولأجل أن يضع خطا فيصلا بين الحق والباطل فهو الفاروق الأعظم البرنامج ليس مخصصا لهذا الموضوع هذا موضوع مفصل وشائك جدا من زيارة عاشرة إلى الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين حيث تخبرنا عن أن الأمر هو هو بقي مستمرا في زمان الأمويين في زمان العباسيين إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان وأنحوا عليكم نخاطب العترة الطاهرة المعصومة وأنحوا عليكم سيوف الأحقاط من سقيفة من سقيفة بني ساعدة إلى زمان العباسيين المأبونين اللوطيين المخنثين المؤنثين كما وصفهم المأمون بنفسه في الرسالة التي وجهها إليهم وقرأت ما قرأت منها عليكم وأنحوا عليكم سيوف الأحقاد وهتكوا منكم الستور وابتاعوا بخمسكم الخمور وصرفوا صدقات المساكين إلى المضحكين والساخرين قرأت عليكم كيف أن الأمين العباسي بعث إلى سائر الأقطار أن يجمعوا له الملهين وأول مجموعة من الملهين هم المضرطون مجالس أبراء المؤمنين من العباسيين كان المضرطون يزدحمون فيها اقرأوا كتب التاريخ هذا الكلام ليس من عندي مجالس العباسيين مجالس هارون هارون حينما كان يصيبه الأرق في بعض الليالي يسأل هل هناك من أحد من المضرطين على باب القصر يقفون يقفون منتظرين على باب القصر لعل الخليفة يحتاجهم خفارات ليلية فحينما يصيبه الأرق هذه الوقائع مكتوبة في كتب التاريخ فيخرج الحاجب يسأل عن المضرطين الذين هم في الخفارة في خفارة التضريط في باب بيت أمير اللواطين والمأبونين فيدخلون المضرطين على الخليفة كي يضحكوه وأنحوا عليكم سيوف الأحقاد وهتكوا منكم الستور وابتاعوا بخمسكم الخمور وصرفوا صدقات المساكين إلى المضحكين والساخرين الأمر هو هو ولكنه يجري في كل زمان بحسبه إذا وجهنا أنظارنا إلى مرجعية النجف إلى حوزة الطوسي ماذا يفعلون بالأخماس القائمة طويلة في الحديث عن هذا الموضوع لكن أمرا واضحا في أنهم يصرفون الأخماس لشراء الذمم وهذا الأمر يعرفه الحوزويون والمعممون إنهم يبتاعون الذمم إذا كان العباسيون يبتاعون بخمس العترة الطاهرة بالخمس الطيب يبتاعون الخمور كي يسكر ويسكر الآخرين معهم فمراجع النجف يبتاعون الذمم كي يسكر الذمم مع ضلالهم يشترون الذمم وينصرون الفاسدين ويقضون بالخمس على الصالحين ما أنا الذي أقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في رواية التقليد وأنا أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري وهذه الطبعة طبعة ذو القرب إنها الطبعة الأولى قموا المقدس الرواية الشريفة تبدأ في الصفحة الحادية والسبعين بعد المائتين رقم الحديث الثالث والأربعون بعد المائة الرواية طويلة أقرأ عليكم من الصفحة الثالثة والسبعين بعد المائتين إمامنا الصادق يحدثنا عن مراجع التقليد عند اليهود وعند الشيعة ويقول من أن مراجع التقليد عند الشيعة الذين يتصفون بهذه الأوصاف لا يجوز تقليده ويعدد مجموعة من أوصافهم لكنني سأقف عند صفة واضحة يستطيع الجميع أن يشخصوها ماذا يفعلون هؤلاء أتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى يعني في زماننا هذا يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحق لماذا يتعصبون عليه لأنه يخالفهم يخالفهم على الحق فهم على الباطل يهلكون بماذا يهلكونه يسلطون عليه الآخرين كيف يسلطونهم لا بد من دفع الأموال يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له يتعصبون لمن للأشخاص الذين هكذا يقول عنهم إمامنا الصادق صلوات الله عليه وإن كان للإذلال والإهانة مستحقة لأنهم حقراء لأنهم تافهون لأنهم لوطيون لأنهم مأبونون لأنهم لا دين عندهم هؤلاء يترفقون بهم يسلطون هم على الأخماس مثل ما سلط عثمان بن عفان مروان اللعين وأشباهه وأمثاله فمروان كان صهرا لعثمان وهؤلاء مراجع الطوسيين يفعلون الأمر نفسه الحكاية هي الحكاية ولذا في أحاديثنا من أن فتنة العجل والسامري والمراد منها فتنة سقيفة بني ساعد من أن الفتنة هذه في آخر الزمان ستكون أشاد لأن العجول ولأن السامريين سيكونون في داخل الواقع الذي يحسب على العترة الطاهرة ومن هنا فإن فتنة العجل والسامري ستكون أشد وهذه الفتنة لها مصاديق من جملة مصاديقها هذا الذي أحدثكم عنه إنهم مراجع التقليد عند الشيعة الذين يتحدث عنهم الإمام الصادق هذا ما هو كلامي هذا كلام الإمام الصادق وهذه الرواية شرحتها وفصلت القول فيها في العديد من برامج السابقة بإمكانكم أن تعود إلى تلك البرامج كي تطلع على كل التفاصيل المقام هنا مقام إجاز إنها لقطات هذه الصحيفة عنوانها ألبوم الخمس لقطات لقطات تأريخية معاصرة خاطفة سريعة فهكذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في وصف هؤلاء من أنهم يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصب له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا قلبوا مواقع الإنترنت وستطلعون على مفاسد القريبين من المراجع وهذا ما هو بشيء كثير مع كثرته على الإنترنت الفساد الكثير لا ينشر على الإنترنت تلك حكاية طويلة 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 وما عرضته لكم في موضوع الشذوذ الجنسي في هذا المذهب الوسخ في المذهب الطوسي العباسي ما هذا إلا نقطة في مستنقع كبير بسعة البحر من فسادهم وقذارتهم ونجاستهم إنني أتحدث بالدرجة الأولى عن المراجع عن المراجع الكبار ابتداء من المرجع الأعلى وانتهاء بالمرجع الأسفل نذهب إلى فاصل موسيقى 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 والفلاك دمعة غير والملك دمعة فجار والحضار 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 الله شلم وعدا الله الله شلم وعدا وغير الكون ونظام وغير جرزل جرزل العالم العنوي ومعدة تركان الإمامة والقمار نور تغير وضربت شمس السلامة والحلم صيوانا هداء والطبر مصيوب بسهاء ولما نشوف بحر الكرام يبس غلوب اليتامة اللي في قيدهم يفقدونه وبرواحهم يفدونه وبنصيب تصوابهم وبطاحت سيبهم وبنصيب تصوابهم وبطاحت سيبهم والحادر يواجونه دار الوحي دار الوحي مرجونه والحادر يواجونه بارك الله بك دار الوحي مرجونه تم الكلام في الصحيفة الأولى سأبدأ معكم في الصحيفة الثانية الصحيفة الأولى ألبوم الخمس الصحيفة الثانية حقائق عن الخمس الطيب قسمت عنوان الخمس إلى عنوانين الخمس الطيب هو خمس صاحب الزمان والذي أباحه لشيعته وأما الخمس هكذا كتب في التوقيع المعروف بتوقيع إسحاق بن يعقوب بخط إمام زماننا وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا إلى أن يظهر صلوات الله عليه لتطيب ولادتهم ولا تخبث الخمس الثاني وهو الخمس السحت السحت يعني الحرام المحرم في أشد درجاته هذا هو السحت الخمس السحت هو خمس المراجع الطوسيين وشيعته فرقوا بين الخمسين لا يضحكون عليكم ويقولون لكم من أن فلان يقصدونني يرفض الخمس إنني لا أرفض الخمس الطيب هو حق ثابت في عنقي لمحمد وآل محمد إنني أرفض الخمس السحت وهو خمس المراجع الطوسيين هذا الخمس هذا الخمس السحت النجس اللعين المحرم الذي يقود دافعيه ويقود آخذيه وآكليه إلى منظومة خبث الولادة لأنهم يعاندون صاحب الزمان صاحب الخمس الطيب فهو حلل الخمس وأباحه إلى وقت ظهور أمره صلوات الله عليه لأجل أن يلتحق الشيعة بمنظومة طيب الولادة لتطيب ولادتهم ولا تخبث ولكن اللعناء الطوسيين ابتداء من اللص الأول سأحدثكم عن هؤلاء اللصوص سيأتينا الكلام بالتدريج لكنني أريد أن تفقه الموضوع وأن تكون عندكم ثقافة من ثقافة العترة الطاهرة لذا قسمت الحديث في صحائف فهذه المطالب لا تذكر لكم وأنتم لا تعرفونها وأصحاب العمائم هؤلاء الذين تشاهدونهم في الشوارع هؤلاء حمير لا يفقهون شيئا من كل هذا لا قرأوا الأحاديث ولا سمعوا بهذه الحقائق إذن الخمس خمسان الخمس الطيب خمس صاحب الزمان مباح محلل إلى وقت الظهور حتى نتمكن من الالتحاق بمنظومة طيب الولادة الخمس السحت اللعين خمس اللصوص خمس قطاع الطرق إنهم المراجع الطوسيون السفلة هذا الخمس السحت يأخذ الشيعة إلى منظومة خبث الولادة وأدل دليل على ذلك انتشار الشذوذ الجنسي في هذا المذهب سببه أن الشيعة قادهم هؤلاء المراجع إلى منظومة خبث الولادة عنادا لما شرعه صاحب الزمان وإلا من أين جاءنا الشذوذ الجنسي إذا كنا على دين العترة الطاهرة دين النقاء ودين الطهارة لماذا 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 ينتشر اللواط في النجف وفي كربلاء أيضا ولكن الأمر في النجف أوضح لماذا ينتشر اللواط في النجف ولماذا ينتشر تحديدا في دائرة المرجعية وفي الدائرة القريبة من المراجع وفي الحوزة وفي المدارس الدينية وما بين المعممين لماذا لماذا لأن هؤلاء توسطوا منظومة خبث الولادة ومن هنا انتكست فطرتهم هذه هي الحقيقة على أرض الواقع لا أريد أن أعيد الكلام المتقدمة في الحلقات التي تحدثت فيها عن الشذوذ الجنسي بكل مستوياته النظرية والعملية أعود إلى الصحيفة الثانية التي فتحتها الآن الصحيفة الثانية من صحائف حديث عن الخمس حقائق عن الخمس الطيب سيستمر الكلام في هذه الحلقة وفي الحلقة القادمة أيضا في هذه الصحيفة سأذهب بكم إلى أحاديث العترة الطاهرة أولا أول هذه الحقائق أهمية الخمس سأقرأ عليكم الأحاديث ولن أطيل الوقوف في شرحها كي أن تفع من الوقت إلا إذا كان الحديث مغلقا بحاجة إلى شرح لكلماته لعبائره سأكون مضطرا لذلك الكتاب الذي بين يديه هو الجزء السادس من وسائل الشيعة للحر العامل وهذه الطبعة طبعة المكتبة الإسلامية هي من أشهر طبعات الوسائل طهران إيران في الصفحة السابعة والثلاثين بعد الثلاثمائة في الباب الأول الحديث الأول عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر للباقر صلوات الله وسلامه عليه ما أيسر ما يدخل به العبد النار أبو بصير يسأل الإمام الباقر صلوات الله عليه ما أيسر ما يدخل به العبد النار فماذا قال إمامنا الباقر من أكل من مال اليتيم درهمان ثم قال ونحن اليتيم الإمام يتحدث عن الخمس الطيب في زماننا نحن لسنا مبتلين بذلك إمام زماننا أباح لنا هذا الأمر وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث أما مرجعية النجف وغير النجف يسرقون الأخماس باسم صاحب الأمر ويضحكون على الشيعة فليذهب هم وشيعتهم وأخماسهم إلى الجعين إمامنا الباقر يسأله أبو بصير ما أيسر ما يدخل به العبد النار قال من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم فما بالكم إذا كان المراجع يدعون كذبا أنهم نواب من صاحب الزمان كي يتصرف في أمواله متى نصبهم الإمام نوابا من قبله للتصرف في أمواله فليعطون نصا واحدا رواية واحدة فليعطون جملة فليعطون حرفا واحدا صدر عن صاحب الزمان يقول من أن المراجع الطفسيين سود الله تعالى وجوه صاحب الأمر لا يقول بهذا هم يقولون كذبون مفترون من أن المراجع الطفسيين ينوبون عن صاحب الزمان في التصرف بأمواله في أي كتاب في أي مصدر يا أيها اللصوص سالفة الواوي الطاحب الجدر وانصبغ نفس السالفة سالفتكم يا وهوية في أي كتاب في أي مصدر في أي مكان أرشدونا أرشدونا يا وهوية لا يوجد شيء في هذا كذبون هؤلاء سفلة بتمام معنى الكلمة ثم هل عين وشخص صاحب الزمان أمواله التي تتصرفون فيها في أي ناس كذبا تقولون من أنكم نواب صاحب الزمان وكذبا تقولون من أن أموال صاحب الزمان في الخمس الذي هو في أموال الشيعة وأدل دليل على ذلك أنكم حينما تصل الأموال إليكم تقولون هذا مال مجهول المالك إذا كنتم نوابا لصاحب الزمان وصاحب الزمان ملككم هذه الأموال كيف أصبحت هذه الأموال مجهولة المالك يا حرامية يا سختشية يا واوية نشالين نشالين سفلة عرامية أنتم تقولون من أن أموال الأخماس وهي عند الشيعة هذه أموال صاحب الزمان حينما تنتقل إليكم تتعاملون معها على أنها أموال مجهولة المالك إذا كنتم نوابا لصاحب الزمان وصاحب الزمان هو الذي ملككم هذه الأموال أو أعطاكم الولاية للتصرف فيها كيف تصبح هذه الأموال مجهولة المالك ما هي لمالكها وهو صاحب الأمر حينما كانت عند الشيعة وأنتم نوابه وقد أذن لكم في التصرف بأمواله فكيف أصبحت الأموال مجهولة المالك بأي منطق هذا بأي قانون تتحول إلى أموال مجهولة المالك كي يعبث بها أطفالكم وصبيانكم ونساؤكم اللوطية والفرقسية اللي دائر ما يدوركم حتى يلعبون بها ما هي هذه الحقيقة من الآخر حقيقة مقشرة إمامنا الباخر يقول من أكل من مال اليتيم درهما فبهذا يدخل النار هؤلاء إلى أين يذهبون هؤلاء لم يأكلوا من مال اليتيم درهما وإنما كذبوا وكذبوا وافتروا وصنعوا منظومة من الكذب والإفتراءات وهم يحاربون صاحب الأمر هذه حرب صريحة مع صاحب الأمر نذهب إلى الحديث الثاني إمامنا الصادق يقول إن الله لا إله إلا هو لما حرم علينا الصدقة على العترة المعصومة على الهاشميين هذا التحريم يأتي فرعيا التحريم الأصل على العترة المعصومة إن الله لا إله إلا هو لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة هذا الخمس فريضة ليس للهاشميين الخمس فريضة لمحمد وآل محمد الهاشميون شيعة المعصوم هو الذي يتفضل عليهم بالعطاء فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال الكرامة لنا حلال إذا كان هناك من يكرمه من يقدم لهم الهدية الحديث الرابع عن أبي بصير عن إمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا ما دام ما دام الخمس في أمواله لم يخرج الخمس من أمواله لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا لا بد من إخراج الخمس حينئذ يحل يحل التصرف فيما بقي من المال المخمس قطعا التخميس له أحكام له شرائط له تفاصيل بينها لنا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنا هنا لست بصدد بيان تفاصيل أحكام الخمس إنما أعرض لكم في هذه الصحيفة حقائق عن الخمس الطيب نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر الغرب يا من في السماء عظمتو يا من في الأرض آياتو يا من في كل شيء دلائلو يا من في البحار عجائبو يا من في الجبال خزائنو يا من يبدو الخلق ثم يعيده يا من إليه يرجعن أمر كله يا من أظهر في كل شيء لطفه يا من أحسن كل شيء خلقه يا من تصرف في الخلائق قدرة سبحانك يا الله 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 الحديث الخامس في الصفحة الثامنة والثلاثين بعد الثلاثمائة من الباب نفسه المتقدم الذي قرأت منه ما قرأت من الأحادي عن أبي بصير عن أبي جعفر السند مذكور بسند صاحب الوسائل عن أبي بصير عن أبي جعفر عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله إذا كان الخمس موجودا في ماله فليس له من عذر أن ينفق منه لابد من إخراجه وإيصاله إلى الإمام ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 لا نتعامل مع سلطان لا نتعامل مع شخص من أصحاب المعصومين لأننا يمكن أن نسيء الظن به لا نتعامل مع ابن آوى من البشر كمراجعنا العظام نحن لا نتعامل مع لصوص كمراجع النجف وكربلاء حتى نسيء الظن بهذا اللص أو بذاك الحرام من مراجعنا الكرام الحديث الثالث من الباب الأول في الصفحة السابعة والثلاثين بعد الثلاثمائة بسنده بسند الحر العامل عن عبد الله بن بكير عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه إني لآخذ من أحدكم الدرهم ولا قيمة له وإني لمن أكثر أهل المدينة مالا ما أريد بذلك إلا أن تطهروا إلا أن تطهروا أو تطهروا إني لآخذ من أحدكم الدرهمة وإني لمن أكثر أهل المدينة مالا ما أريد بذلك إلا أن تطهروا هذا المضمون الذي جاء في الآية الثالثة بعد المئة من سورة التوبة خذ من أموالهم الخطاب لرسول الله أولاً وبعد رسول الله للمعصومين من عترته صلوات الله عليه خذ من أموالهم أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها الصدقة هنا عنوان يكون شاملاً للزكاة الواجبة ولزكاة الفطرة وللخمس أيضاً الخمس صدقة قد تتعجبون من هذا ثقافة النجف ثقافة الناصبية الثقافة الناصبية فصلت ما بين الزكاة وما بين الخمس لماذا صارت تأكيد على الزكاة عند النواصب عند نواصب سقيفة بني ساعدة كي ينس الأمة حق محمد وأهل محمد جعلوا الخمسة في الحرب فقط وليس هناك من حار وغنائم الحرب حتى في الأزمنة القديمة تقع في مقاطع زمانية معينة ليس كالخمس الذي يكون في كل سنة أحكامه مفصلة لا مجال للحديث عنها في مثل هذه العجالة آيات الكتاب الكريم التي تجمع بين إقامة الصلاة وإتاء الزكاة هل الزكاة هنا هي زكاة النقدين وزكاة التمر والزبيب والحنطة والشعير وزكاة الإبلي والأبقار والأغنام لماذا ذكرت الزكاة هنا فقط الزكاة هنا لكل الأموال هذا القرن بين الصلاة وبين الزكاة بين إقامة الصلاة وإتاء الزكاة قرن لكل الأموال حديث عن عبادة روحية وهي الصلاة وحديث عن عبادة مالية والعبادة المالية مثلما الصلاة الواجبة الروحية هناك صلاة الصبح هناك صلاة الظهر وهكذا الزكاة أيضا التي هي عبادة مالية هناك زكاة النقدين هناك زكاة الأنعام هناك زكاة الفطرة وهناك زكاة الخمس التعبير عن الخمس بأنه صدق جاء في أحاديث العطرة الطاهرة لكن الثولان في النجف يعتمدون في المصطلحات على مصطلحات سقيفة بني ساعدة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم وصل عليهم إن صلاتك سكن له والله سميع عليم هذا أمر من الله ولذلك نحن لا نسيء الظن برسول الله وبالمعصومين من عترته حين يقولون لنا إننا نأخذ الأموال منكم لأجل أن تتطهروا هذا المضمون يتطابق مع ما يريده الله في قرآنه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها لكن أين هذا بالنسبة لهؤلاء اللصوص في النجف و كربلا هل هناك من نص في الكتاب أو في أحاديث العترة يقول لنا من أننا نقدم الأموال لهم كي نتطهر يطهرنا هؤلاء الأنجاز هؤلاء اللصوص هؤلاء الذين ينتشر الشذوذ الجنسي في عوائلهم و حواشيهم و وكلائهم و يضحكون على ذقوننا هؤلاء هم الذين يطهروننا خذ من أموالهم هذا خطاب لرسول الله و هو خطاب للمعصومين من عترته خذ من أموالهم صدقة تطهرهم المعصوم يطهرنا تطهرهم و تزكيهم هذا هو المضمون الذي نقرأه في الزيارة الجامعة الجامعة الكبيرة وجعل صلاتنا عليكم و ما خصنا به من ولايتكم و جزء و جزء من ولايتنا لهم و جزء نقدم الخمسة لهم من أموالنا و جعل صلاتنا عليكم و ما خصنا به من ولايتكم جزء و جزء من هذه الولاية أو الولاية أن نقدم الأخماس لهم طيبا لخلقنا و طهارة لأنفسنا و تزكية لنا و كفارة لذنوبنا هناك نسق واحد ما بين أدعيته زياراته رواياته قرآنهم منظومة واحدة ألا لعنة على حوزة الطوسي ألا لعنة على منهج الطوسيين في حوزة النجف حيث يدمرون ثقافة العترة الطاهرة بحربهم على الزيارات و الأدعية و الروايات و الأحاديث التفسيرية من أنها ضعيفة السند بحسب قذارات علم الرجال الناصبي علم القنادر الصادق يقول إني لأخذ من أحدكم الدرهم و إني لمن أكثر أهل المدينة مالا ما أريد بذلك إلا أن تطهروا إلا أن تطهروا هذا هو القرآن يصدق حديثهم وهذا هو حديثهم يصدق قرآنهم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم و تزكيهم بها و صل عليهم إن صلاتك سكن لهم و الله سميع عليم أذهب بكم إلى حديث سيدنا عبد المطلب صلوات الله عليه والذي مر علينا في الحلقة الماضية من أنه سن الخمس في زمانه في الزمن الذي كان العرب يعيشون في جاهليتهم الجهلاء في الصفحة الخامسة والأربعين بعد الثلاثمائة إنه الباب الخامس الحديث الثالث عن إمامنا الصادق عن آبائه عن رسول الله قال لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الإسلام إلى أن قال رسول الله ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به فالخمس صدقه ووجد كنزا فأخرج منه الخمس عبد المطلب في الزمان الجاهل وتصدق به فالخمس فالخمس صدقه الآية التي قرأتها عليكم من سورة التوبة إنها تتحدث عن الصدقات كلها عن الصدقات الواجبة وعن الصدقات المندوبة وفي الدرجة الأولى وفي الأفق الأول للآية فإن الآية تتحدث عن الصدقات الواجبة التي هي الزكاة زكاة المزروعات والحيوانات والذهب والفضة وكذلك زكاة الفطرة في آخر شهر رمضان والخمس والخمس هو الأهم ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به إلى آخر ما جاء في الحديث الشريف إذن ثقافة العطرة تسمي الخمس صدق وفي موطن آخر في الصفحة التاسعة والأربعين بعد الثلاثمائة من الباب الثامن إنه الحديث الخامس حديث طويل كتاب من إمامنا الجوادي صلوات الله وسلامه عليه أقرأ بداية الحديث التي ترتبط بالذي أتحدث عنه علي ابن مهزيار من أصحاب إمامنا الجواد الإمام كتب إليه إن الذي أوجبت في سنة هذه وهذه سنة عشرين ومئتين فقط هذا كلام إمامنا الجواد ولحظوا التدقيق في الكلام والدقة في العبارات إن الذي أوجبت في سنة هذه وهذه سنة عشرين ومئتين فقط لمعنى لمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار وسأفسر لك بعضه إن شاء الله إن موالية أسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت من أمر الخمس في عام هذا قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليهم إلى آخر ما جاء في الرسالة المفصلة عن إمامنا الجواد الإمام تحدث عن تطهير شيعته وتزكيته لهم أن يأخذ الخمسة منهم وجاء بهذه الآية فهذه الآية في الصدقة الواجبة بالدرجة الأولى وأهم الصدقات الواجبة الخمس الإمام تحدث عن تطهير شيعته وتزكيتهم من خلال الخمس وجاء بالآية أقرأ عليكم ماذا قال مرة أخرى إن موالية أسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم في ولايتهم لإمام زمانهم في ولايتهم وعهدهم للإمام الجواد قصروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم هذا هو الذي مر علينا من أن المعصوم يكمل نقصنا إذا ما تجاوزنا الحدود فإنه يرجعنا إلى الحد الصحيح وإذا ما نقصنا فإنه سيكملنا منظومة عقائدية متكاملة ألا تلاحظون أني إلى الآن ما قرأت حديثا إلا وهو يلتصق بالأحاديث التي تسبقه في هذه الحلقة وفي سائر الحلقات آلاف من الساعات ألا يدل هذا على أحقية دين العترة الطاهرة كيف نشأ هذا النظم المتكامل وكيف تحققت هذه الهندسة العجيبة وكيف اتسقت هذه اللوحات المتكاملة وكيف التسقت هذه الأجزاء المتباينة بشكل عجيب 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 كل هذا يشير إلى أحقية دين العترة الطاهرة ويشير إلى تفردهم بالحق فقط ويشير إلى أحقية منهج لحن القول الذي أتبعه وأخذته منهم ما هو بمنهج أنا اصطنعته من عند نفسي الحقائق واضحة واضحة جلية لكن الإنسان إما أن يعمى وسبب فقدانه للبصر والبصيرة هو هو نفسه وإما أن يتعامى وسبب التعامي أيضا هو هو نفسه الحقيقة واضحة 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 إن موالية أسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت من أمر الخمس في عامي هذا وهذا يشعرنا من أن الموقف من الخمس يختلف ربما من سنة إلى سنة هذا أمر يحدده الإمام المعصم لماذا موقف المراجع منذ بداية الغيبة الكبرى إلى الآن هو هو يسرقون القمس ويعبثون به وإذا ما ماتوا وارثوه لأولادهم لماذا الموقف دائما هكذا لصوص حرامية 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 يسرقون منذ سنة 329 للهجرة حينما حينما بدأت الغيبة الطويلة الغيبة الكبرى من الحرام الأول سيأتينا الحديث عن الحرام الأول وسأكشف لكم حقيقته من هو الحرام الأول في تأريخ مراجع الشيعة وساروا على سنته إلى يومنا هذا ستأتيكم التفاصيل وبالوثائق بالوثائق وبالمصادر الأصلية الصحيحة الدقيقة فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت من أمر الخمس في عامي هذا قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم الكلام واضح واضح من أن الخمس صدقة صدقة أين هذا في ثقافة النجف الوسخ نذهب إلى فاصل يا حبيب من لا حبيب علىه يا طبيب من لا طبيب علىه يا مجيب من لا مجيب علىه يا شفيق من لا شفيق علىه يا رفيق من لا رفيق علىه يا مغيث من لا مغيث علىه يا دليل من لا دليل علىه يا حبيب من لا مغيث علىه يا رحم من لا رحم من لا يا صاحب من لا صاحب من لا صبحانك يا حبيب من لا يا حبيب من لا موسيقى موسيقى في الصفحة الثالثة والخمسين بعد الثلاثمائة من الجزء نفسه لازلت أقرأ عليكم من الجزء السادس من وسائل الشيعة للحر العامل من الباب العاشر إنه الحديث الرابع بسنده عن إمامنا الصادق بسند صاحب الوسائل نقله عن الكلين عن الكافي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال إني كسبت مالا أغمطت في مطالبه حلالا وحراما لم أكن متحرجا لم أكن متشرعا لم أكن متفقها وعملت بفقهي وشريعتي جمعت بين الحلال والحرام أتى رجل أمير المؤمنين فقال إني كسبت مالا أغمطت في مطالبه حلالا وحراما وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط عليه فقال أمير المؤمنين تصدق بخمس مالك فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال هذا ماله اختلط فيه الحلال بالحرام والمال الحرام لا يعرف لمن هو حتى يعيده إليه المال الحرام ما أخذه بطريقة محرمة تعود ملكيته لآخرين وهو لا يعرف لمن يعود المال الحرام الذي اختلط بماله الحلال فمال اختلط فيه الحلال والحرام دون تمييز ودون تشخيص لعائدية هذا المال الحرام لمن ما هو الحل لتطهيره القاعدة القرآنية خذ من أموالهم التي مرت علينا في سورة التوبة والتي تحدث عنها إمامنا الجواد قبل قليل في رسالته إلى علي بن مهزيار نسق واحد ونظام واحد في الفتاوى والأحكام هذه حكمة الله التي تتجلى في حكمة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أتى رجل أمير المؤمنين فقال إني كسبت مالا أغمطت في مطالبه حلالا وحراما وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط عليه فقال أمير المؤمنين تصدق بخمس مالك فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال أمير المؤمنين يقول تصدق بخمس مالك فالخمس صدقة فما جاء في آيات الكتاب الكريم من القرن بين الصلاة والزكاة الزكاة ما هي هذه التي تختص بزكاة الحيوانات وزكاة المزروعات وزكاة النقدين من الذهب والفضة هذا جزء من الزكاة هناك الزكاة الكلية التي تحدث عنها القرآن حينما يأتي ذكرها مقارنا للصلاة من أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الزكاة هنا تشتمل على الزكاة بالمعنى الجزئي التي هي زكاة الحيوانات والمزروعات والنقدين وكذلك زكاة الفطرة وكذلك زكاة الخمس فالخمس زكاة إنما يدفع المؤمنون الخمس كي يتطهروا كي يزكوا عملية تزكية عملية تطهير الآية كانت واضحة جدا في هذا المطلب هذه حقيقة من حقائق الخمس الطيب أهمية الخمس دلت عليها الحقيقة الأولى الحكمة من الخمس دلت عليها الحقيقة الثانية فالإمام الصادق يقول إني إني لآخذ من أحدكم الدرهم وإني لمن أكثر أهل المدينة مالا ما أريد بذلك إلا أن تطهروا إلا أن تطهروا هذه الحقيقة الثانية الحكمة من الخمس هي هذه الحقيقة الثالثة فإن الخمس صدقة وإن الزكاة التي ذكرت في القرآن مقارنة للصلاة تجتمل على الخمس الخمس زكاة والخمس صدقة الحقيقة الرابعة موارد الخمس بحسب أحاديث العترة الطاهرة أقرأ عليكم من الصفحة الرابعة والأربعين بعد الثلاثمئة من الباب الثالث إنه الحديث السادس بسنده بسنده بسند الحر العامل صاحب الوسائل عن عمار بن مروان قال سمعت الصادقة صلوات الله عليه يقول فيما فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس في كل هذه العناوين الخمس فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام والمراد من الغنيمة هنا غنيمة الحرب قد يكون للغنيمة معنا أوسع لكن حينما سأورد لكم بقية الأحاديث ستتضح الصورة لأن الأحاديث يشرح بعضها بعضا فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس ونذهب إلى الصفحة الثامنة والأربعين بعد الثلاثمئة إنه الباب الثامن الحديث الأول عن علي بن مهزيار عن محمد ابن الحسن بن الحسن الأشعري قال كتب بعض أصحابنا الأشعري إنهم أشاعرة قوم بن الأشعر شيعة أهل البيت الذين أسسوا مدينة قوم في إيران في وسط إيران وهذا منه عن علي بن مهزيار عن محمد ابن الحسن الأشعري قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني إلى إمامنا الجواد أبو جعفر الأول الباقر صلوات الله عليه أبو جعفر الثاني الجواد صلوات الله عليه كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الظروب من جميع الظروب من جميع أنواع التكسب وعلى الصناع وحتى الذين يعملون في مختلف الصناعات وكيف ذلك فكتب بخطه إمامنا الجواد الخمس بعد المؤونة الخمس واجب في كل ذلك ولكن بعد إخراج المؤونة بعد إخراج المصارف ما يحتاجه الإنسان في ترتيب أمور عمله وما يحتاجه الإنسان في شؤون حياته اليومية أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الظروب الأنواع وعلى الصناع وكيف ذلك فكتب بخطه إمامنا الجواد الخمس بعد المؤونة بعد إخراج مصاريف العمل وبعد إخراج مصاريف الحياة اليومية إذا ما بقيت الأرباح فإن الخمس في هذه الأرباح يدفع خمس الأرباح للعطرة المعصومة إذا لم تكن هناك من أرباح وصرفت الأموال في مؤونة العمل ومؤونة الحياة اليومية وما يحتاجه الإنسان فليس هناك من خمس وإنما الخمس في الأرباح ما بعد المؤونة ما بعد مؤونة العمل ومؤونة الحياة اليومية وما يحتاجه الإنسان أقرأ هذه الرواية فإن وقت الحلقة قد انتهى وأعود إليكم إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد الحديث الثاني من صفحة نفسها ومن الباب نفسه بسنده بسند الحر العاملي عن علي بن مهزيار عن علي بن محمد ابن شجاع النيسابور أنه سأل أبو الحسن الثالث أبو الحسن الثالث إمامنا الهادي أبو الحسن الأول إمامنا الكاظم هذا هو المعروف في مصطلحات رواة الحديث عند أهل البيت أبو الحسن الأول إمامنا الكاظم أبو الحسن الثاني إمامنا الرضا أبو الحسن الثالث إمامنا الهادي صلوات الله عليه عن علي بن مهزيار عن علي بن محمد ابن شجاع النيسابور أنه سأل أبو الحسن الثالث سأل إمامنا الهادي عن رجل أصاب من ضيعته الضيعة البستان المزرعة قد تكون كبيرة جدا وقد تكون صغيرة يقال لها الضيعة عن رجل أصاب من ضيعته من الحمطة مئة كر الكر في زماننا بشكل تقريبي إذا أردنا أن نحسبه مقايسة ما بين الأوزان القديمة والحديثة يصل وزن الكر في زماننا إلى 2160 كيلوغرام أنا حسبته بشكل تقريبي 2160 كيلوغرام عن رجل أصاب من ضيعته من الحمطة مئة كر ما يزكى ما يزكى ما يزكى يعني لم تتوفر في هذه الغلة شرائط زكاة الحمطة هناك شرائط فليس كل ما يزرع من الحمطة والشعير والتمر والزبيب يزكى لا بد أن تتوفر شرائط فهذه الحمطة لم تتوفر فيها شرائط وجوب الزكاة عن رجل أصاب من ضيعته من الحمطة مئة كر ما يزكى فأخذ منه العشرة عشرة هذه ضريبة العشر الضريبة التي كانت تفرضها الحكومة العباسية فيأخذون عشر الحاصل ويسمى الذي يباشر العمل العشار هذه منطقة العشار في البصرة كانت كانت نقطة للعشارين للذين يأخذون عشر الأموال باعتبار أن البصرة ميناء البضايع التي كانت تأتي من طريق البحر هناك نقطة نصبتها الحكومة تعرف بنقطة العشار فسميت هذه المنطقة هذا الحي في وسط البصرة سميت بمنطقة العشار العشار هو الذي يأخذ ضريبة العشر وهي ضريبة مفروضة من قبل الدولة ولذا في رواياتنا من أن مجموعة من الأشخاص لا يدخلون الجنة منهم الشرطي ومنهم العشار ومنهم العريف والعريف وقد تقرأ العريف هو مختار المحلة الذي تعينه الدولة كي يكون مشرفا على أمور الناس ومخبرا للدولة بشؤون الناس ولذا فإن أشخاص لا يدخلون الجنة في الأحاديث منهم العشار الذي يأخذ ضريبة العشر العشار والشرطي وكذلك العريف أو العريف وهو مختار المحلة في أيامنا أنا لا أتحدث عن أناس في زماننا أشرح الروايات كل شخص أعرف بنفسه وماذا يفعل وماذا يصنع وكان في زمان العباسيين في أجهزة الشرطة من هو صالح لكنني أتحدث بشكل عام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مئة كر ما يزك فأخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة هذه المؤونة مؤونة العمل وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقي في يده ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك يا إمامنا السؤال موجه للإمام الهادي وهل يجب لأصحابه لأصحابه من المؤمنين من ذلك عليه شيء فوقع الإمام كتب لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته مما يحتاجه الستون كرا كم يحتاج منها لحياته ربما عليه ديون ربما هناك حاجات كثيرة في بيته لمصارفه اليومية لنفترض أنه يحتاج إلى خمسين كران عشرة الأكرار الباقية فيها الخمس للإمام فيها كراني فقط هذا هو الخمس هذا هو الخمس الطيب لأجل تطهير الشيعة وتسكيتهم إنه خمس المعصوم صلوات الله عليه قايس بين هذا النقاء وبين خمس السرسرية إنه الخمس السحت خمس الحرامية خمس الفرخجية قولوا ما تريدون أن تقولوا إنه الخمس السحت السرقة المرجعية الطوسية العلنية القذرة المشرعنة شرعنت بشرعة الشيطان شرعة الرحمن هي هذه أحاديث العترة هناك ناطقان ناطق ينطق عن الرحمن محمد وآل محمد فقط وناطق ينطق عن الشيطان كثيرونهم سقيفة بني ساعد وتفاريعها سقيفة بني طوس وتفاريعها فمن أصغى إلى ناطق فقد عبد فإن كان الناطق ينطق عن الله إنهم محمد وآل محمد من أصغى إليهم فقد عبد الله ومن أصغى إلى ناطق ينطق عن الشيطان إنهم شياطين سقيفة بني ساعد وشياطين سقيفة بني طوس فقد عبد الشيطان نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الدخيين الخوثان الثولان الأغبياء أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر